و ها انتي شوفي بنتك الحداش دليل ليل و بقى مدخلات لما حضرت شدابة والله لبقى حتى ترجلها في هذا الدار لا انتي ولا هي ولا عرفتي اشغيشي كمليح اغادين بي هذا الدار والتو موبيل والاملاك و نخليكم كتدورو باش تعرفو كل انتي اشكتهم لا لفو زياعيات و تصبر وترغب في الساعد و هي في خاطرها كتلعن و تحلف على بنتها و كتقول احتد جيني اينا اللي غدا نعرف شغل معاك معا الحضان شو مصر حليت الباب شوية لقيت بابا و ماما واقفين لي بحال بسم الله الرحمن الرحيم كي خنزر فيا و ماما كتعايا شداتني الخلعة ولكن اقصحت وجهي اللي دي ما نصندن و خرجت عيني شوية و قلت ليهم امالكم ديرين هاد الحالة راه غير دار صاحبتيش هدونيه متعشا بابا بقى كي غوت و انا طلعت البيت دي ما كي بقي هددني باللي غي بيع الممتلكات و غي خلينا نطلبه انا و ماما قدام الشامع ولكن غير كي يهدر ما يقدرش ماما جات عندي كتثولي افين كنتي؟ اليوم باباك كان غي قتلك انا مباردة السوق و قلت ليها اه ماما ياك قلت ليك كنت فاعد ميلاد اعناس اللي كي يقرأ معايا و بقينا حتى تعشينا اهلا وصحابي و جيت ماما دارت فييش شوفات خائبين و قالت اوي لوي سمعك باباك ياك قلت ليك قطعي عليك ديك الصحبة لا قرأ يا طفرتي هانا مجي بكري و بداتك تندر اوي لي لا 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 تاليتي معاك مو حال واش غتخرج على خير واش با غتمر مديلي يا وجهي انا وباك في الطراب انا لك يا بنتي خارجالية من الجنب شوفي بنات خالاتك كيفاش عاملات و شوفي بنت عمتك غيتا هاديك هي لا لاك بنت سيدك بنت دارهم و انا عندي جلاخة بقات ما ما كتغوت و انا عيني اياه كنحس بيهم تقال بالدموع الدموع غي نسولي اياه من عيني بسباب والدية اللي ما كيقبلونيش كيف ما انا باغي اني نكون نسخة تبقى الاصل البنت فلانة نهضر بحال فلانة و ندير بحال فلانة بنت فلانة و مهما حاولت نقلدهم و نكون حسل منهم دي ما غا تبقى هاديك فلانة حسل مني لا لا وبنت سيدي كلام هم كان كيجرحني كنت كنت عطل ضد فيهم كان عملي ما كيبغيوهاش و اخا كانت تامان اناني نسمع حضراتك تقتل كنت كن حاقبهم بطريقتي ارضاتهم صعيبة الناس ما كانوش كيحسو بيه كان بان ليه لهم الشعر مصاوب و اللبس و زوين كيحساب لهم عايشة في الجنة ولكن قلبي ما كيعلم به إلا الله بابا ما بقاش كيهدر معايا في الفطور كيفطر قبال منطق و في الغضاء كينخلني و في العشاء كيقول ماما جيبي ليه عشايا لبيدي هاكده كيتعامل فاش كيتقلق مني كنت كنطلب من الداخل ديالي انه يضربني يخيصم علي و يدير اللي يدير إلا ينخلني و يعاملني كأنني ما كيناش كنت كنقول نمشي عندونت صالح معاه و نطلب السماحة و شوية كنقول اللا بلاش المهم ضرت حتى عيد و مشيت دقيت في الباب ما شاوبنيش دخلت البيتو و لقيتوه كيف مال عادة الجورنال ديالو و كاز لقاه واحدة و نضادروا في عينيه شاف في تحت منهم و قال لي ما نعستيش مشيت ريحت حدا و قلت بابا راه بغيتك تسمح لي راه دك النهار والله ما و هوي قاطعني لا بنتي ديك الليلة و معا الحداش و نص ديالليل بقيت كنشوف و حضرت راسي قلت ليه راه غير كنت معروضة للعشاء و شدوني والدين صاحبتي و هوي خنزة فيه و قال ما خليت لما نعيت ديك الليلة قاع صحاباتك و شوهتيني مع والديهم و ماماك شوية كانت غط حماك تيالالا خدامك تبردي عليها هنا و كد كدبي عليها يك ما جاي بخبار و مزيانة بنتي صهرانا ليا مع الدراري و هادي زيديها على الزبايل اللي دوزت ليك انا و ماماك و لكن هاد المرة ما غنبقاش كنتفرج فيك صارت نحسي ما عاودش معاه الهضرة حسيت بشي حاجة واحلة ليه عينيا نزلوا منهم الدموع و حسيت براسي مخنوقة و هادا نفاجر مشيت عند ماما للصالون و لقيتها امتكية و اتكيت حداها و بدات كدووز ليه ايديها على شعره فاش كتعمل ليها كاكنت ترخاه و كان ارتاح و تقريبا نقدر نقول كان نسلها من اللي في قلبي الغد ليه؟ قال لي نا بابا راحنا معروضين للعروبية العرس بولد عمدته راه تزوج فاش كنت سمع عرس في العروبية كان تخيل العرس شي حد لا علاقة عروبي كان كيت سارا عريان فاش كان صغير و قاعد واور شايفينه و والديه فرحانين بيه و فاخورين بولدهم و الحروسه شي وحده كانت مشعكة و عامره خنونه فاش كانت صغيره و قاعد ضارب مع كل شي وحده هي غدا تكون شايفة العريس في العريان كنت كنت حك عليهم ولكن هم اللي غا يضحكو عليهم من بعد مشينا و وصلنا ما كان غير سهودات بابا واحد لو قيته بان ليه مغصف بقاك يقول ماما شو في هاد الناس خداولي حقي في الأرض و زار عينو كيستغلوها بالاخباري انا لو كنت في بلاستو كنت غدا نعطيهم الأرض خصوصا و انهم مفحالهمش ولكن ما كنتش فاهمة شنو كتعني الأرض بالنسبة لي هون و هادوك كيقولوا ليك خود واحد من ولادي او ما نعطيك شطرف من أردي من اللي سمعت هاد المعقولات اصدمت ولكن هادي هي الحقيقة الفلاح المغربي كيضحي لكل شي من أشغل الأرض الموهي ادخلنا لدار العرس وبان ليه كل شي كيشوف فيه وبالزاف ديان الباشر ما كنعرفهمش مشيت الواحد البليه ساحضة ماما وقلست قالت لي يا ماما نودي سلمي على هادي رها فلانا و هاديك رها بنت فلانا و هاديك بنت فلانا نط على وعدي وسعدي كنسلم وحدة بوحدة و هما اسلامهم في شكال كي يعصروك و اللي تكن هزلهم لكل وحدة غنسلم عليها فبحال هاد المواقب كنقول سعدات الدراري اسلام هما زوين العيانات هنا كيشموا فيك ريحتهم و من قلبهم كيعنقوك و البوزوك و حسيت براسي عزيزة عند الناس عمرني معرفتهم و قلبهم طيب وصلت لفئة الشابات كيديروا فياش يشوفات فشكل كيسلموا بشوية و بحالة ما حاملينيش المهم سلمت على العروسة و باركت ليها و ادعات معي هديك الدعوة اللي تحقات و اللي بدلات حياتي اما فئة البراهش كانت كبيرة لدرجة ان اني قررت نتجاهلها و نمشي في حالي داز العرس زوين اجواء فيشي شكل كل شي ناشط حسيت براسي ما محتاجاش نتصنع كان اول عرس ما كنستعملش فيها البروتوكول و الاتيكيت باش نبان كلاس كتر اول مرة كناكل بإيديا و كنشطح و خمشي بحال الناس المهم كنت على طبيعتي سالة الفرح و دازت خمسيان و احنا في الطبيعة و الراحة النفسية احتل دك الصباح اللي جات فيه الوالدة فرحانة قالت ايوا هانتي يا بنتي غدا دي سيد الرجال انا بديتك نتحك قلت ليها و شكون هادا؟ قالت واحد من هنا يمكن ديك اللحظة نسيت انها ماما تجننت و بديتك نغوت اويلي غند زوج عروبي مالي شيطا ماما كالضحك ياكي واللي عقلت عليه ديك الساعة انني حيحت و درت حاله اسمعني بابا جاكي جري قال اياك لا باز لقاني مطلع قروني لسماء و شاعله خنزر فيه و قال وش نخليك الدوري احتجي بلي اشي مصيبة ولا تدري لي اشي فضيحة فاش قال لي هاكاك جاني نهيار عصادر مقدرتش نستحمل بابا كيقول لي هاد الهضرة اصدمت مشيت كلبكي عند ماما و قالت لي اه بنتي البنت ما صير هالزواج اليوم ولا بعدو غدا تزوجي و احنا هاد الراجل اللي جاك مزيان راه هاد عام باش هدار مع باباك و راه باقي صغير و هي كتهدار ما بقيتش كنسم عليها و اللي تقدا بلا في بلاس دي بحال شي جوتا بلا روح تمنيك الموت لحقاش دي ما كنت كنخيله غدا تزوج بشي واحد كنبغير و كنعرفه و من المستوى ديالي و قاري ماشي عروبي بابا كيموت على البلاد و كيموت على عائلته اللي في البلاد دي ما كيمشي عندهم فاش كنت صغيرة و فاش كبرت كندوز الصيف عند خالتي في كازا و هو و ماما كيدوزو في البلاد حاولت نهدار مع بابا باش يتراجع على القرار ديالي و باش غير يفهمني علش لاحني الواحد ف هاد القرين الكحلة قال لي هاد الشي اللي كيصلح ليك قلت ليه اول قرية قال ليه ايش من قرية لا فاكس كنتي فيها ست سنين مالكي كتقرية الطب قلت ليه بغيتي تزوجني و اخا نتزوج ولكن ماشي واحد من هنا من المدينة و انا قابلة بيه و انا ما بغيتيش غدا ننتحر ولا عرفتي شنو غدا نتزوج بيه و ما بقيش تهدر معايا معرفت واحدة صرفيقة منين نزلات عليا ديال الواليدة احتى هي ما عجبتهاش احتى هي ما عجبتهاش هادرت و غوتات عليا و قالت و باكة بنتي اللي وقفتي قدامه و خرجتي فيها عينيك و قلتي لي هاد الهضراء اللي ماشي من ترابينا دار عليك اللي ما يداش و فاش شافك غدا تزلقي و تضيعي من ايديه بغي سترك ما بقي نقدر نعليك اكبرتي و عليتي علينا حسيت بكل شي ضار فيا و كل شي في ديك الدار اللي قالسين فيها جاي كايت صنت ما حملت شراسي بقيت كنبكي ما عندي احتى حد اللي الكامل و عقلي خدتان ايش غدا ندير وش نهربوا لمنتاحة و لكن هاد الشي حرام استسلمت للقادر و اعترفت ان اني كنت تعيشة بدك شي اللي كنت كان ديا و لقيت راسي بلا والدية و رضاتهم ما كان سوى والو ارجعنا للدار في الرباط و دا زدت شهرين و تسعيان و جاوا عائلة العريس يديروا الخطبة هادك النهار ما كنت حاملا هدر معا حد بس زز باش قديت شوية حالتي و ما فياش اللي يشوف شي واحد و اخا كان عندي فضول نشوف هادا اللي غدا نزوج بي نزلت لقيت كل شي كا يضحك و ناري كي هضرو بالجاهل ما قديتش نبقى مريحة معاهم ما حساك نعيش معاهم جايبين معاهم عجل كون اعطاوه لي غير فلوس كون صرفتهم كاملين في الحوايش بديت كان خنزرف كل واحد من هادوك الرجال اينا واحد فيهم وشنا هي اسميتو احتى واحد ما فيه الضوء ناري هادي هي النهاية التعيصة قاح اصحاباتي اي لا عرفوني مزوجة بواحد من هادو غادي ضحكوا عليها هاد الشي اللي كان معمر لي يا راسي ابدو كي زغرتو والدار كد تهزو كد تحط كندير ضحكة ديال بالزز و ما حاملاش راسي و ما بغياش و جاء وقت تركاب الخواتي الصراحة فشفت الخاتم اللي جاب لي يا العريس صدمت ازوين كي يحمق كنت كنت خايل غيجيب لي يا شي حاجة معربية ولكن فرحت على الاقل عنده الضوء وقفت علي يا ماما تلعريس وقالت لي يا ايوا بنتي خاسكي تصبري مع راجلك ما صابش كيفاش يدير حتيجي اويلي و علاش ما جاش طلع لي يا الدم قلت لي هاف خاطري لا هلا يجيبوا قاري لي يا الخاتم اللي هنا ابقوا و كيضحكوا هي يا اماما والعيالات و كيقولوا دا بيطلع عليك فراسك دايرين في هاز عماء راه فاهمين وعايقين المهم لبست الخاتم وحجبني و داير كل شي مزيان الحمد لله و خاكنت كاعي و ساخطاء على الوضعية بقوا عندنا شي ايامات و الصراحة هما ناس واللافين و اللفت رحت المسمان والبطبط كل صباح و اللبن والزبدة و كل شي اللي كيساوبو هادوك الناس كنشوف بابا كيفاش فرحان و ماما حتى هي فرحانة و انا دي ما كنفكر اي شنو غدا ندي و كيفاش داير هاد الراجل اللي غدا نزوج به المهم جال النهار اللي غنطلاقاه انا و الزوج المستقبالي كانوا اهلو كيعودوا لي عليه بزاك و دي ما جاب دينو في الهضرة و داك شي اللي سمعت عليه لحد الساعة كلو مزيان كيتبو ورد على الخيل و عندو شي اراضي ديالو شاريهم بفلوسو و شاريته موبيل و كيسافر بيها و قارئ حتى الباقر و اسميته عبد الرحمن حشومي و ولد الناس و مهما قالوا لي يعليه غادي دي ما يبقى عروبي جا و دخل الدار قال بيبدأ كيدرب طريقة في شي شكل و حسيت بإحساس جديد عمري ما حسيته من قبل ترجمته في الداخل ديالي انني غير باغا نشوفه في وجهه و نشوف ديك الهضرة اللي قالوا لي يعلي واش بالصح و للا بقيت كنت سنة في البيت احتاجت عندي ماما باش نزم نسلم عليه طلقت شعري على كتافي ووقفت مقاردة نازلة من الدروج و انا كندعي في الداخل ديالي باش يكون حسن من اللي تخيلته باش يكون هدك شي اللي عودوه بالصح و باش يكون كيف مرسمته في احلان و واقف في الصالون مع بابا وحداها ابوه الطويل و عاطي العين كي يبن راجل لابس جلابا بيضاء وصمر شوية طويل و عامر ابقى كيشوف فيا جا سلم علي يا وقال لي يا ناديا لاباس شكلو زويون عروبي زوين جاوبتو اه الحمد لله قلست حدا و العيالات كي زغرتو و كل شي ناشط و انا ما زال شي حاجة فيا ما مخليانيش نكون مقتنعاب عبد الرحمن انا حسيت اني عجبتو لحقاش كون ما عجبتوش غادي هدر و يقولها بغيت نهدر معاه باش نتعرف علي ولكن كل شي حاضي و هو اللي راجل ما هدرنيش غير شي كليمات قلال ما بغاش يبات ابقى بابا كيهدر معاه و هو داير فيها مرجل و معقول اللا ما نباتش استيل حاج خاسني نمشي احتان ديرو نرجح و فاش بغا يمشي جا سلم علي يا و قال لي في اماني الله فاش مدلي يا ايديه باش نسله ما عرفتش علاش حشمت منه و هو ما كيعني لي يا وانه ارتابكت و بديته كانت رعد ابقى كيشوف فيا وبغا ينزل ايديه ازعمت و شديت لوف ايديه كانوا ايديه دافين خلاوني نحس بالصهدو التبوريشا تحدر عندي حتى قرب الوجهي احساب ليه غايدير شي مصيبة و رجعت باللور قرب الودنيوه المسليا و قال ارخي ايديك راه كل شي حاضينا و احنا ماشي بحالكم هنا صبحي على خير بديت كنتفتف ما حملتش راسي حرقني و خلاني بلاكة احضرت راسي وبقيت كنتشوف في الارض و سمعت بسلامة بسلامة و طلعت لبيتي و سديتت عليا ما قدرتش نقلس في بلاستي شعلات فيا العافية على داك الموقف و ديك الهضرة ما عجبنيش الحال فاش قال لي يا احنا ماشي بحالكم و انت ايش تكون اهروبي ايش كتفهم انت بقيت ديك الليلة كان سبون خاصة و جات ماما كتشاور بحال لازع ما الى قلت الله غادي ديوها فيا ما جاوبتهاش بقيتك تهدر و انا عقلي كيخمم و كيفكر في اللي جاي بقيت في الدار معا ماما و بابا و ادعت صحابي و ادعت حياتي حيات الشباب و قلت ندير اللي قال لي عليه راسي كنت ما كنت تصوقش كنت دير اللي عجبني و بلا فرانات و هادشي اللي خلى والدي يسخطو عليا و يزوجوني لهادك حلى الراس اللي حاس براسوه و علاواني كل نهار كان فيق و كانقول لأ يا ربي منكون غير كان حلا ما يمكنش نسكن انا في العربية خاص نيشي حال و اللي تكن دعي ديما بالفكات ولكن هادي هي يلا خرالي اهل عبد الرحمن قالوا البابا نديرو العرس في البلاد لحقاش صحيب علاقاء الناس باش يحضره و الناس ما كينش في نباته لحقاش هو مكتاب شاف بابا هو و ماما احتعياه و قالوا احسن نيت كل شي واجد و داز العرس بالتقاليد و بشي عادات عمرني عرفتهم كينين جاء عبد الرحمن بنخيل ديابه باش يدينيه في اخر الليل دارو اللي غادين باتوا فيها انا في الموت ديال الخلعة احنا غادين و الناس تابعيننا بالتطفيل والغنى اللي ما فهمت فيه حتى حاجة و خاكا ندك الشي سنين دخلنا الدار و دخلوه معنا انا كنت كنقول غادا ندخل و ناخد البيت ليا بوحدي انبات فيه و هو يشوف فيني بات ذاك الشي ديال انبات انا ويا تحسقك واحد والله لكانت ليه و باش بانوا لي الناس قلثوا قلت نيت نقلثوا كاملين حتى يصبح الحال و لكن ما عرفتش عيالات منين تسلطوا عليها جروني الوحد البيت ادخلت و لقيت عبد الرحمن فيه بدأوا رجليا كي يقف قفو انا ري اشهد الشي بدأوا كي يطيحوا لي اشي مشاهد ديال الافلام المصرية على ليلة الدخلة و بديت كنخنزر فيه و انا نقول لي شوف هاد نموسيات ديالي و انتا شوف فين تنعس و راني ما خايفاش منك بدأك يضحك وتم جاي الجيهتي و قال قال لي بالصاح ما خايفاش انا خلعتيني بعدها بشوفاتك و قلت كيدحك عليها و فاش قرب لي قلت له ايلا قربتي لي والله حتنقتلك و ذات كيدحكتاني و قال لي يلا اعطيني سرواه و ما غنقربش لي و ايلا ما بغيتيش غاديلنا اخدو ليك صحة يلا اختاري خرجت عينية فيه و قلت لي انتو ما العروبية ما كتحشموش اش هاد الهضرالي كتقول لي انتا ما شي بنادم راه قلت ليك ما تقربش لي يعني ما بغياكش و سير بعد مني ولا سير شوف اش ديال تخلعت مني شفتوش مع الدحكة هادرتي و التفرعين ديالي موحان وشي خرجوني سالما هاد الليلة و مني شفت القادية حمادت بديت كان بكيلي و مشا تكا في بلاستو و اعطاني بضهلو و قال لي يا ديري اللي عجبك انا ما كنش باغي نحط عليك ايديا ولا نقرب لي غير الناس اللي على برا راه ما غادينش احتى نعطيوهم السرواه جيت قلست حداه و الدموع خرب قولي اياه الماكياج و الواج هيك يخلح دار عندي و بقى نصدوم و بده كا يضحف و قال وش بالصح ما قالوليك والو ولا كتضحكي علي بقيت كان حلف ليه بالله احتمى في راسي والو نادو قال ليه ما يمكنش اذا ما انتي ما عارفهاش و هاو التاني كنحلف ليه و كنشوف فيه و كنسناه ايه يقدر و جهول لكي في الماتيشة و بده كيتمتم في الهضرة شاف في يشوف دي الوحدة ميقوس منها ولا علاقة و قال ليه هانتي غلنا اخدك على قد عقلك المبرهش دابا المراو الراجل باش كيتزوجو كيلة العرس اوف ناري واش بالصح ما عارفهاش قلت له نعيت على ماما و نسولها و جرني من ايديا و قال ليه واش حماقيتي الناس غيفهمونا غلاط قال ليه شوفي قاري ليه سروالك و نفكو هذا الليلة و الغد ليه هضري حتمع جداتك الموهي هاد الليلة خاسنا نعطيوهم سروالك فاش سمعت هاد الهضراء اركبني العناد و قلت ليه احتاج قول ليه اش كاين بقام صدوم في يمسكين و غير كيشوف شرح ليه بزز الموقف و قال الناس اللي هنا من العادات في ليلة العرس اهل العريس كيتباهوا بالعروسة انها بنت و بسروالها اللي كيكون فيها الضم انات ضمت لحقاش هاد الشي ما كنديروهش احنا و ماما ما قالت ليه شعليه اعطيت ليه سروال و جبت زي زوار و قلت ليه ناري اش خدي الدير و هو يقول ليه و والد اجرح صبعه و دار شوية دم في سروال و ارمه ليهم من الباب و سد الباب و قال ليه سيرت نحسي بقيت مصدومة من هاد الموقف كنت سمع الناس مورا الباب كيطبلوه يغنيوه على سروال و ليني تخلوه هادا يالله بديت بغيت نبرزته و هو يقول ليه اعافكي عيان و فييان نعز احتل غدا و هضري و خلى ليه ناموسية و هو نعز في الارض حسيت بحلة بقافية و باللي انا كنت سرع بزار و كنت تافه قدامه و هو على الاقل جرح راسه على قبلي و انا كلمة مقادة ما قدرت نقولها مشيت نعز و قلت غدا تسامح معاه على الهضري اللي قلت ليه الغد ليه فقط مشا عكا شفت راسي في المرايات خلعت ندت نقلب عليه ما لقيتوش في البيت هاديك فرصة نخبي شوهتي و ما بغاش عبد الرحمن يشوفني ما عرفتش علاش مشيت جمعت الحالة و جاوا تاني الدياف هادوك الدياف خلصهم يجيوا يسكنوا معاه يحصل ليهم غادين جايين المهين كان قلب في الدار و ما بانش ليه فين زاد هادا عود تاني فاش بغيت نتواضع مع الدياف لقيتوا واقف مع الرجال وش يصحابه و مقارنة مع هادوك اللي واقف معهم هو الزويل فيه هاديك اول مرة حسيت بشي حاجة بشكل شي حاجة مفهمتهاش و دازت سيمانا اللولا و كل واحد شاد فينا بيت انا طبعا اختيت البيت ديال الناس كنت جبد فيه و كندير فيه اللي بغيت كنت كونيكتا و اخار ريزو مرة شاد و مرة اللا واحتى قاعد صرت و وليت ناكل فيه ماما كان خستها تمشي و تخليني وبقيت بوحدي يعني وليت خستنين طيب و نجمع الدار بوحدي يالله كان عرف ندير شي حويجات ولكن ما شيدك الشي ديال البلدي سيمانا الثانية وليت كنحس بالمالان و ما كين معامل نهدر و عبدالرحمن ما كيديهاش فيه و كي عاملني بحال برد في اللول كان عاجبني الحال ولكن دابان لا على الاقل ناكله بجوج و اللي نجمعه هاد الدار اللي سكنه انا فيها ديره بحال شي حبس مبقاش عاجبني الحال هادي ماشي الطريقة اللي تعودت عليها كنت كل نهار عندي بلال و صحابي كانوا معمري اللي ايا وقتي و هاد العروبية ما فيها ما يدار القحط و الجافات كنت حاولت نتعرف على البنات اللي قدي ولكن ما كان قدرش كنحس بهم ديريني ضحكة بيناتهم صافي غنهدر انا معاه مبغاش يهدر نهدره مشيت عنده و دقيت في الباب اسمعت خطواته في جهة الباب و بديت كنقول نهرب نرجع في حالي يالله القانبة غنسلت و هو يحل الباب في وجهي على غفلة و سولني ايش خاصتك ما لقيت مين قول و بديت كن تفتف و كنخلط في الهضراء هادي كالكلمة ما بغاتش تخرج هو بقى كيشوف و كيتسنى و شداته و الضحكة قال لي يا صافي اجي دخلي انا قلت لي لا لا كيفاش ندخل ما جاياش عندك هذ حاجب و حط حاجب و قال بالصاح بلاتي راه واحد بسم الله الرحمن الرحيم كان مريح معايا و قيله جيتي عنده ولكن خسارة يالله لقيت همشة و بدك يضحك شداتني البكية و احترت راسي و قلت لي اسمح لي و بغيت نمشي جرني من ايدي بالجهد و قال لي اجي شفتك ماشي على راحتك قلت نضحك معك يك ما تقلقتي بقيت حاضرة راسي و ما كنجاوبوش بقى ساكت شحال و قال لي و على الاقل نقلسو و ديك الساعة قولي اشخاصك يك ما حشمانا و انا بقيت ديما ساكتا و حاضرة راسي ما عجبنيش كيفاش هندر و دك الضحك محملتوش حلا كيدحك عليا ماشي كيدحك معاي ولكن انا اللي درت هالرازي ايش الداني اللي عندو و انا مالي تعقد لي يلسا دار ايديها لحنكو و قال هانتي يا لالا احنا كنت شمشو حدات احتات هضري على خاطرك و جاه دايا و قرب الوجهي قلت له اويلي اش كدير ارجع البلاستوت تكا و هو يقول انتي عقلك باش عامل مع مراه بالعجينة و قيله ناريش حال باسل قلت ليه و انا ضحكك ما كنحملوش قلب وجهو قال واش مالقيتي معامل جيتيك تجبديني ولكن انا مغندهاش فيك في الصراحة جابها لاسخة انا نيت مالقيت معامل اسمح لي جات فيك الدقة صافي جمعت راسي و قلت نهدر معاه و نسوله اه غا نسوله علش كي عاملني بحله ما كيناش و علش ما كيديهاش فيه علش ديما منخلي ولكن شجعت و سولته و هو يجاوبني و قال لي نسيتي اش قلتي ليلة العرس قال ليه و ديك الهضرة اللي كنتي كتقولي الماما ديال غا يديرني خدامه و هو عروبي شوفي حالته و قال سكت بكي مالكي مزوجة بوعو و وجهو حمار و علامات الغضب بانه و مالاحسن النوضة في حالي انا كنت بغا نجمع و نهدر شوية ايش داني لهذا الصداع و انا مقفراها ايجي انتا كنتي كتتصنت علينا ابقى كيشوف فيا زع ما باش نحشم ولكن بقيت كنحنزز قال لي والله ما كتحشمي هادا كنهار كنتي كتغوتي و كتهضري بالشهد و فضحتيني كل رقاع الناس عارفو شو هتي معا شوهته و هو مع الناس ديال هنا و شوهته بابا مع صحابه و مشوهه ماما مع العائلة انا مجرد عبقى تقيل على جاع الناس اللي بجنبي انا كنجيب غير شوها انا ما كنصلح الوالو يعني ضروري من هاد الهضرة نسمحها منو حتى هو وقفت بالزربة وخديت النفس وخرجت نهيدة تمنيت يخرج معاها هامني وعطيت بوجهي ليه وقلت ليه اسمح لي يا بزاد الى شوهته نيت انا غير شوها انا حتى حد ما كيبغيني ونيت بقاكي ثمان تاع بابا ما كتعبرنيش دكشي اللي كنستاهل عاملني بحى الليلة ما كيناش وعملني بحلواله الى والدي يلاحوني هاد اللوحة شنو زعمة غادي جنتا وتخرجني منها دير ليه كيف ما داروا ليه واختيت خطوه وقال ليه قلسي وقالها بشافاقة يمكن بقيت فيه انا ابقى فيه رازي على المواقف والظهر اللي ما عنديش الطريقة باش قالها خلاتني بلا ما نفكر نمشي نرجع لبلاستي كنت محتاجة نسمع هادرت قويني كنت نترجى وهو ساكت ما يجرحنيش كتر ما يقولش هادرت زيد حلى ما بيه بغيت نشد في اخر خيط من الامل بيني وبينه وخط قطعوا لي يقع لخيط بكثرة الحريق اللي في الداخل ديالي كان هو هادي كيهضر بشوية طريقتو خلاتني نسمع اش كيقول شاف بعيني يديري كنتو قال ليه انا بغيت نقول ليك انتي غالطة بغيتك تعرفي انه هادرتك جرحاتي وكيف ما قهراتك هادرت والدي احت انا قهرتيني وخاجت منك مع جبنيش الحال كل نهار كندوز من حداك كنقول غدا تجي وتعتاضلي سنيتك كل نهار تجي عندي وخا غير سالة كنت غنس محليك قصتي الرجلة ديال راجل عروبي والديك قبله بشي تناسبه معايا وانا والله ما كان في خباري النهار اللي هضر الواليد ديالي معبر ما قال ليه والو قبل وقال لا ما نلقاش حسلمان كنت كان توقع انكي قابلة بيا وهاد الشي علاش ما تقبلتش حتاك المام اللي سمعت اه هادك النهار سمعت كل شي اللي قلتي انتي والواليدة ديالي ما كنتش ناوين تصنت ولكن ره بالصاح كنتي كتغوت وهانتي كيف ما شفتيني عمري ما غوتت عليك ولا قلت ليك ديري هادي ولا ديك واحتامل البيت راه عاطيه ليك خوديه ارتاحي فيه كوني متأكدة انه حتا حاجة ما غدا تخصك وانا ما عمري غنقاديك ولا ندير ليك شي حاجة اللي تضرب انا بغي لك غير الخير وراه كتجيني حشمانة مني انا عرفت هاديك حشمانة قالها بالعالي كان خاصه يقول منفخة لحقاش كنت كان عامله بدون المستوى وهو عامل لي يا قيمة بقينا كنهضر وكنت ناقشه لقيته كتاب مفتوح لقيته انسان متفهم بالنسبة لي يا العروفية ما كيفهموش المشاعر الانسانية كل شي عندهم حشومة ولكن لقيته انسان كبار مني في العقل وكي ياخد لي يا بخاطره انسينا اننا كنا مخاسمين واناني جبت هاد الصداع وحشمت على الهضر اللي قلت عليه وكن صبت الارض نشق وانا نتخشى فيها اعتادرت وهو بقلب كبير تسامح معايا ودازو ليانا وكل نهار بحل اخر عندنا عادي وبديت كنحتارموه على تعامله كتر كل نهار كنحس انه راجل ما مخليني محتاجة لحتاش حاجة الخبز هو الاخر ما كيصدق لياش ديمة وقال لي احتاد تعلمي على خاطرك او كيشري خبز السوق خبزي قع ما كيتكال كان لفول الدجاج كيجيب لي يا كل شي إلا ألويس ولكن بعض المرات كنشتاق الحياة المدينة وخهد العروبية ولات بحال المدينة ولكن انا بعض المرات كيطيحوا لي بعض الزبايل اللي كنت كنت دوز كنقول رانا ذا بابيخي كنت سنه ايمتي يجي باش نجمعه ايمتي يجي عاود ليه على الجديد وقرب الموسم ديال تبوريده وقال لي يا ما غايبقاش يتغدام عايا ديمة غايبدا يهبط مع صحابه يديو الخيلي تبورده وانا معرفت ايش غدا بقندير والليت كان بوز النهار بوحدي والليت كان حس بالمالال الشديد كان سالي الميناج ديالي وكان دوز نريح توحشت ماما وبابا وكان عيت مرة مرة وكيجيوا عندي واحتى كنولفهم ويمشيوا وديك اللحظة ديال فراقهم كتقطعني طراف طراف كنحس باللي عندي ناس في حياتي غالين بزاك وفاش جا عبد الرحمن بالليل قلت ليه باغان مشي نسافر للرباط انشوف دارنا راه توحشتهم قال لي يا صافي سخيتي وتوحشتيهم ضغياء بديت كنتحك وقلت ليه رانا موحشة هم ديمة وبغيت نمشي ما كرهتش دابا اللي هزني وحطني عندهم وهو يقول ليه صافي غداك انت باغي نديك معي تشوفي الخير ولكن احتط رجعي غدا غا نديك للرباط ولكن رخصني نرجع ما كان اللي يرد لي البال للدار والخير مشيت كنجري البيتي جمعت الحوايج وكل شي صافي غدا انا غادية وصلنا للدار وعنقت ماما مزيان وبغيت كنبوس ليها على راسها وسلمتها على بابا دخلنا وقلسنا واحد شوية وناد عبد الرحمن وقال ليه خاصني نمشي نشد الطريق دابا باش نوصل بكري ان شاء الله وإلى بغيت اي حاجة عيطي ليه مشيت تبعتو حتى الباب ما عرفتش علاش حسيت بنفس الاحساس فاش كان بغينو الدعوة حد من عائلتي وما كرهتوش هيبات قيت كان تلفي هيبات وقال ليه ما يمكنش ما نقدرش ومد ليه فلوس في ايدي قلت ليه علاش هادي رك عطيتيني قبل ما نجيه رهقات ديني قال ليه لا خليهم عندك ما تعرفي تحتاجي وما تلقينيش احداك شفت فيه وهو كيد حك ليه وعنقته وقلت ليه شكرا هو تظنك واحتى انا تظنك ما عرفت كي درت ليها ادثرت في ديك اللحظة بقاك يشوف فيا وسلم علي ومشى افرحت وسط عائلتي واحتى لحظة ما كانت كاملة ديما كيطاح ليه في البن لقيت راسي كان هدر عليه ديما هو اللي معمر كلامي كان هدر وكان عاود وكان تفكر المدافزات والمخاصمات ديانا والضحكة هي الوحيدة اللي كتعبر على ذكرياتي في العربية وعلى المواقف اللي طحت فيهم كان خاصة نهضر معاه كل نهار وكل مرة كيسولني واش خسكيش حاجة نجيبها ليك كنت كنقول ليه ديما باركة ما تكدر باش يبقى يحلف ليه وباش نجر له لسانه ويقول ليه توحشتك الكلمة اللي جاتني مستحيلة نخرجها معكم ونقولها أنا ليه كان كيجيني من المستحيلة نلقاش شخص كيهتم بياه كنقول هاد شي ديال الأفلام والمسلسلات واحد منها غادي يطلع عليه الدم ولكن وخا كان كيطلع على العبد الرحمن الدم كان كيجي ويقول ليه سامحي ليه راه كنت مقلق ما قصدش عندوه تربية راقية عمرني مطادفتها عند شي واحد الجو ولا نبدل عليا هاد الجو ديال المدينة ولا كيجيب ليه الشقيقة وآلم في الرأس آلم الحانين للشخص قدر يخليني هكا بلا منحس المدينة والحياة اللي كنت أعيشها كانت مضوخانة دابا كنت استغرب كيفاش دوزت هديك المدة واناها في الدار مع عبد الرحمن لا خروج ولا صحاب كنت غافلة على معنى الحياة شايفها من جهة وحدة بصراحة كنت ندم على الوقت اللي فات الرفقة الصالحة اغلى منتها كنت ناسية والدية وكنت ناسية طريق الله وانسيت صلاتي وانا كنت حاسم مع راسي لقيت ان الله رسل ليه من عندو شخص ياخد بيد ديه وباقي كنعقل بايش كيبغي يصلي كيقول لي يا غنشين توضى تبغي نتسناك نصليه بجوج ولا تصلي بوحدك من بعد كنت كنحشم نقول ليه لا راني ما كنصليش إيلا حشمت منه هو ايش غندير مع الله ورب يرزقني براجل ما كيدربش وما كيكميش وما كيشربش كيهتم بيه لقيتني وقصره بالدات وتعودت نصلي موراه وجاء الوقت اللي نرجع للدات جمعت حويجي وكنت سنافي جاء وفرحت بي وواعت راسي انهار نرجع نقد العشاء نويه وندير ديك الشي دياله رومانسية خاصة انني شريتك سواء خصيصا لهاد المناسبة رجعت للدار ووصلت عيانه وقلت ليه نتكى شوية وننود نطيب العشاء قال لي يا سافي ارتاحي وهو مشا كيتفرش في التلفازة حليت عينيه لقيت راسيه في البيت اللي كان بات فيه ولقيت هالعشرات يال الصباح والفطور مجلوليه نت كان دردك وكان دور في الدار كي الحمقه اضربتها بنع صاح تالصباح اود لعلى الرومانسية طفرناه بكري سافي ما درناش الصهرة البارح انديروها اليوم سيقت الدار درت بيها ودخلت الكوزينة قديت كل شي ومشيت نقاد الماكياج والشعر باش نبان عليه بقيت كانت سنة وخا عييت احلفت من التكى باش ميدينيش النعاس تعطل واه هذا مالو طلعت الاستح كنطل وباللي يجاي على العود هو وشي صحابه وشي وحدين من عائلته ما بغوا قاعي تحفظوا لي اسمياتهم جاء دخل ولقى كل شي فشكل كيدورو كيشوف وقال لي يا كين شعشا انا بقيت مصدومة انا ما بنتش ليه ما كين لا راكي جيجي زوينا لا والو خنزرت فيه وطلع لي الدم وقلت الا ما كين عشا بقى كيدحك وقال وخاش ميت راحت الحراق ما كين مشكين انبات بالجوع هانيا قاي على خاطرك هانا مشيت من عس بقيت كنشوف وقلت يالله سير مالك باقي واقف بدك يدحك وقال هانا غادي قلت ليه يالله سير وهو يقول وهانا راه ساير راني غادي بشوية دكشي علاش كان بانلك بحالة ما غاديش ولكن راني غادي طلع لي يا دب الدم قلت ليه انت كتدحك عليا لحقهاش من صباح وانا كنوجه وعيت وما بغيتش نرتاح باش تجي وتبدأ تستعزق مني والله احتحرام علي وبدو كيت غرغرو ليه عينين عنقني مزيان وقال ليه شوفي فيه وما تبكيش عافك هانا طلبتك راه بغيت نضحك معك بنتي ليه ناشطة قلت نشطة هانا غا نغسل ايد دي دابا ونجي نتعشه ونيت عادي ليه اشحلمتين بارح وبدك يضحك اصرحت وبديت كنتحك ومعه مرادياش كنجمعت ضحكة ولكن كتخرج ليه من جنب بدينه كنتعشه وهو يقول اه فكرتيني نادية عافكي جيبي واحد الخبزة راه كي نفسك اللي كنت هاز انا طرالي يالعجب كيفاش خبزة ونا نسوله اش من خبزة يك ما معجبكش هالشي وهو يقول لا انتي مالكي راه واحد الخبزة لديدة طيبة على العواد بغيتك تدوقيها نط جبتها وحطيت هالي يالله بغيت ندوقها ونا نسوله منين جبتيها وشكون اعطاه هاليك وهو يقول كيشتي انا كنت غدا مع ولاد عمي وصحابي فاش كنت ديو الخير وذكية كتجي مع الدريات اللي كيجيبوه الغداء وخلات ليها هالخبزة عند بالها بقى مرجعتيش حطيت الخبز من ايدي بالنفخة وانا نقول له وشكون هالذكية كتصدق علينا الخبز وليشنو خليت كل شي ونطف حالي وانا غدا نتفرجع خليتو مصدوم ومشيت دخلت البيت وازدحت مورايا الباب بالنفخة وبكترت الفقصة نطف كان مسح في وجهي هو ميستاهلش وليت كان شك واش دهاليه بالعاني وجاء عندي اسمعت دقة خفيفة على الباب وقال نادية خرجي نهضروه ومالكي ايش كاين؟ مبغيتش نجاوبه ومبغيتش نهضر معاه مبغيتش نشوف فيه مسحت جوج دمعات اللي بقاوا معقودين في عينيه وصردت البكية وخرجت حليت واخا ما بغيتش حليت ليه الباب وانا منفخة وهي الزراسي لسمه قلت ليه نعام اش بغيتي؟ شاف فيه ودار اديه على فمه وجمعت ضحكة وخشا اديه في جيابوت كعلى الباب اول مرة كنشوف عينيه الهايمي عاقبية غيرت من اللي اسميتها ذاكية ولاش اسميتها وقال ليه فخبارك؟ ما عرفتش علش كتبقى يديري هاكا؟ راكي كل نهار حالو عقل دابا قولي ليه اشكاين باش احتى انا نعرف اش خاصنين دير انا عاد مازا تطلع ليه الدم تفوه هادا بارد فيه الدم وانا رعلا فيه العافية وهو مهنية عنده القاضية على الاقل خاصو يديها فيه وسولته علاش تشد من عند هاد السيدة الخبز؟ ولا اجي بعدها كي عجبك خبزها؟ جاتوا في شكل نسوله بعصادية كنخليه في هاد المواقف غير كي يشوف وهو يقول واش غنقول ليك؟ الله يعطيها الصحة داك الخبز عندها واعر وقلت نعطيك الضوكي انا رعلا بنادم هادا كيتسطع ليه واش بغاي القافية غير الشياط؟ انا قررت ما نبقاش نجاوبه خليه ما عاودش لهذا شديت الباب وبديت كندفع فيه سير الله يرحم بك بغيت نعس فاش درت ليه هكاك؟ ما حملش راسو احضر راسو قال ليه صبحي على خير بقيت انا كنعوج فيه اه صبحي على خير بالفقصة سمعتو قال ليه بالفقصة سمعتو قال ليه بالفقصة واسيرين عسي باركة عليك تخلعت احساب ليه ما سمعنيش الغد ليه نايدة محيحة كان ازدح عليه في التباصل وفي الصينية وفي الكيسان وهو ما اديهاش فيه فاش بغاي خرج تبعتون الباب بالنفخة غنجيب ليك الغداء وغنجيب عمرات ولد عمك زاهرة ما تشد الغداء من عند حتى وحدة وهو يقول ما تجيش الطريق بعيدة عليك سمع انا دخلني الشكل باغيت لقمعها وياكل خبزها والله لكنت ليهم قلت ليه لا غنجيب وغير مشا ومشيت كنجمع في الطار ساليت الميناج ومشيت عند زاهرة قلت لي هار انا غاديا معك ضحكت وقالت ليه هي صافي طاحتي فيها الزغبية انا ما عجباتنيش هضرتها وخبز صاح وعاقت بيه جوابي كان ضحكوت زنيكا وحنا غادين في الطريق قلت نجبت الهضرة على هاد زاكية البارح ما تدانيش منعه سلي الكامل وانا خدامه وكنفكر سليت لها لسانها قالت ليه ايوا زاكية بنت خالو ركي عرفتي راجلي ورجلك هم اخوت كثار من ما هم اولاد العمان كان قال ليه يا راجلي بيلي عبدالرحمن كان باغي تزوجها وحتى هي انا ما خفت نكدر كانت حاطة عليه العين انا قطعت الحسن تقطع ليه اللسان والقلب والكبده ورية وشوياء ما غد تقطع ليه حتى النفس اياك وانت جايب ليه من عند هالخبز وفرحان وكضحك لا 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 صافي اليوم نهاره وصلنا ولقيتو كيربط في الخير وجاي وهو يقول ليه السلام وصلتي عيتي خنزرت فيه وقلت الحمدولله اجيت غدا اقلس وقلس حداه ولده عمه حطيت ليه الغدا ايواه وتمو جايينش عيالات بقيت نطلعو نهبط فيهو وجات كتسلم وسلمات علياه بالنفخه والتعفار سلمات عليه بالايد وكتهدر معاه وكتضحك ليه قدامي ناضت قالت ليه استي عبدالرحمن كيف جاك الخبز اتبارك الله ما كيخليش فيه ناركي دايرة وناركي كتهدار وش هادوك الحوايج اللي لابسه ولاش دايرة داك لكحو الكامل في عينيها انا قايسة مع العيالات حدا الرجال نقلت و جاوبتها والله اختي ما كليناه ابقحتها للصباح كارم ولحناها للتجاج وضحكت ضحكة ديالة اعطيتها العافة سكتات وتعقدات وشافت فيه وقالت اسمح ليه وزادت في حالها وانا جحلف راحت ديك الساعة قلت ليها بالجهد بس لا ما اختي دار عندي عبدالرحمن وقال ما غدسكتيش كانت اول مرة كيهدر معايب ديك الطريقة وقدام كل شي وهيها سمعاتو قلت ليه مالي اش قلت علاش غدا نسكت قلت شي حاجة فيها العيب شي وحدين بدو كيضحكو وشي وحدين كيقولو يالله موقع وعلو دار في واحد تشوفه وقال راه قلت ليك سكتي وانا اصلا طالع ليه الدم ومحلف عليه طلعت قروني وقلت اياك كتقول ليه سكتي ليه انا وانا جايباليك لغدا راه هي اللي خستها تبعد علينا وتمشي تقلب ليها على راجل في شيه اخرى ناري قفرتها هاديك الساعة نادو قرب الوجهي لدرجة اناني كنسمع وكنحس بالانفاس ديالي وهو يقول اخر مرة كنقولك سكتي تزيدي كلمة واحدة اخرى وغدا تفرج تخلعت وتصدمت وبديت كنكيلي وقلت كتجي عليها هي انا جايبني مكرفسة معاك هنا والله ما كتستاهني وتبنيت غادة نادو اللي تمكي هدروكي لعنو في الشيطان عطيت ليهم بظهري وبقيت غادة ما عرفتش واش هادي هي الطريق اللي جيت منها ولا لا وما عرفتش واش غادة توصلني للدار ونوصل للبيت اللي غنسد عليها فيه وما يشوفني حتى شي حد وانا كان بكي على ظهري سمعت خطوات ديال الخيل وحسيت باللي هو عايتت عليها وتأكدت انه هو بديت كنجري باش ما يوصل لي اياش ما بقيتش بيناتنا الهضرة هاد المرة ما غنسمحش لي بقيت غادة وما عرفاش الطريق المهم انني نبعد على الناس والجماعة اللي كانت تمنى ونبعد على عبد الرحمن الامال اللي علقتهم عليه والاحلام اللي رسمتهم معاه والمستقبل اللي تخيلتو لينا احنا بجوش كل شي مشا وكرهت نفسي على الوقت اللي ضيعت وكنفكر فيه جاب الخيل ديالو تابعني وكيقول نادية ما كتسمعيش راني كان هدر معاك انا غادة معصفة وحالتي ولات حالة كنجاوبو بالبكا بعد مني بغيت نبقى بوحدي جاء انتر لي ايدي بالجهد ووجهو مرسوم عليها علامات الغضب وقال فاش نقول لك وقفي هي وقفي راني كان هدر معاك وقفت وضرت عنده وقلت بعد مني ما بغيتش نوقف ما بغيتش نشوف وجهك ما حاملاش نهدر ما جاوبنيش جرني لحد الخيل ونهد فيه وقعي يالله طلعي دابا انا بديت كنتركل وكنجر في ايدي بعد مني واش مكت فهمش طلقني ما بغيتش نمشي معاك هزني وحقني فوق الخيل ودور راسه وقال ماشي هديك هي الطريق رجعنا للدار كيف حليت الباب ادخلت وقلست بالنفخة شعلت التلفازة وعليت الصوت جات بعني وطفاليات التلفازة وقال راني كان هدر معاك كان هدر مع الحيط ولا انا بغي نفهم مالك اليوم درتي ديك الحالة ما جاوبتوش جريت مخداء واتكيت وعطيت ليه بظهري وعطيت وجهي للحيط تما عاد فين تحصب كتر وقال نادية نوضي وبارك عليها من اللفشوش ديالك ما بقى عندي ليك سبر نوضي ودابة درت عندو وشفت فيه بنص عين وقلت اشنا هي انا كانت تنفخ ايوا سير عند الالازاكية هي اللي ما كانت تنفخش اسكت وبقى كيخنزر فيها وقال ايش هاد الهدالي كتقولي رجعت البلاستي تكورت فيها وقلت ليه داك شي اللي كتسمح قال ليه شوفي اخر مرة نكون كن هدر معاك وانتي كتنخليني دوري وهدري معايا نط نيت انا بغيت نعرف اش غيقول ليه ها انا اشنو شاف فيه وقال بغيت غير نعرف علش درتي ديك الحالة وتدمج معا حيحتي ومحترمتيش البند وهي ما دارت ليك والو شنو دابة ستندمينا على الخبز اللي اعطتنا وهو كيدافع عليها بقيت كنشوف فضفاري و ايدي يا بحالة ما ما ديهاش فيه لحقاش فعلا ما كنش بغى نسمع لها درتي وانا نقول ساليتي شد لي يا ايدي بالجهد وقال راكي كتعصبيني بهاد الفعايل اللي كديري فوتي عليك زاكية واللب قاطعتو بالغوات وقلت له اي لا كانت باقى عاجباك سير تزوجها هي اللي تليق لي سير عندها دابة اش كتتسندها يا كتبغيها وكتدافع عليها هي حسلمني وهو يقول ان عاود نسمع هاد الهضرة مرة اخرى ما غايعجبكش الحال سدينا هاد الهضرة انا عاد ما شعلت فيها وبديت كنغوت وقلت لي هاد الهضرة خيبة هاد الهضرة قبيحة وهاد الهضرة قاسحة قاسحاتو في قلبو عايرتو باصله وعايرتو ببلادو بعائلتو كنت معصبة وحاسب راسي بوحدي لا وديدي يحدايا لا حد يوقف معايا كنت خايفة من هار بحال هاركا هز ايدي وهددني باللي غا يضربني الى مسكتش ما كنتش خايفة اعطيتو وجهي وقلت له اضربني لقيتيني بوحدي اهانا بغيت حقر علي اضرب هبت ايدي وبقاك يشوف فيها وانا نقول كنت ما كنتش انا كنت زوجتي بها وهو يقول كنت ما كنتش انتي احتى واحدة ما كانت غتكون انتي اصدمت باش سمعت جوابه ما كنتش عارفة اشخاص ني نقول بقيت كنشوف وجهه قرب ليه احساب ليه بغى يضربني ولا يجبد ليه الودنين على الهضراء اللي قلت قرب ليه وعنقني مزيان احتد زيرت وعجبني الحال وقال ليه كتسمعيني اضحكت وقلت لي كيفش كتسمعيني اه كنت سمعك وهو يقول لحقاش بغيت نقول ليك اهضراء سمعيها مزيان باش ما بقاش تقولي ليه عودها قلت مع راسي ناري احتد قدات القاضية وفي عواد ما يقول ليه كل نهار كليمه زوينه غادي يقولها ليه غير مرة وحده الناس عندهم سبع ايام ديال المشماش وانا عندي نهار او من بعد ما كين غير الدرق وليشنو ولكن يا الله اللهم ما يقولها ولا نبقاه جريع لي يا نجريع ليك او مع القيام وقلت ليه اه كنت سمعه وهو يقول ما نبغيكش تعيريني باصل ولا تعيريني بأناني عروب ما نبغيكش زايدي مع الناس اللي كبر منك في الهضراء وفاش نكون نهضر معاك سمعي ليه الصراحة عنده الحق هادو دي فويات فيه وخاسني نبدلهم اعتذرت ليه وقلت له اسمح ليه وكنت سنة يقول لي يدك شيء اللي كانت سنة وهو يقول يلا قادي لي ناشئاتي ايكون زوينه ومشا قلس وخلاني واقفة ايوا شفتو ما قانوالو اويلي هنبقى وهكا مشيت عنده وجمعت الشجاعة ديالي وقلت نسوله وقلت لي واش ما نسيت يوالو وهو يقول لا اه اه اجي اجي نيت فكرتيني مشيت عنده وقلت تحداه وانا حشمانة وهو يقول وحي دي منك الغيرة راه عافك كتبغيني وكتغاري ومنوضا الحي حعلى ودي وبدا كيدحك وانا نخنزر فيه قلت ليه ناري حاس براسك شكون قال ليك انا اللي غير عليك هاديك ماشي الغيرة وبكيد كان ندخل ونخرج في الهدرة خلاني كان برول وهو كيدفرج فيه وكيدحك مع راسه وهو يقول ايوا اش غن دير دابا انا كان بغيك احساب ليه حتى انتي كتبغيني ولكن ما كان مشكيل نوضي قديلنا اتاع لود انني كان بغيك ولا ما كانستاهلش انا نهاركي حصلني كان كور كلشي قلت له اشنو انا كان بغيك ها لا لا غا جاب ليك الله عنقني عود ثاني وقالي والله يهديك علينا وصافي وانا نقول اه صافي كان بغيك حتى انا ودرت زعماره عادي ادخلت الكوزينة فرحانة بقيت كان نقز هنا والهي وفرحانة ما شفتش واحد المقراش كبير كان في الارض ودربته برجلي جاك يجري القانيم مربعة في الارض وكان اضحك وفرحانة بقاك يضحك علي وهو يقول واش انتي قلنا ليك كان بغيك نبتيك تنقزي وإلى قلت ليك كانت ستة عليك غا تموتي واقيلة قيت حشمانة في بلاستي غطيت وجهي بإيدي وما قدرتش باقي نشوف كيه جاهزني بحل الريشة ونزلني في الصعب قال لي يا تفرجي في التلفازة إلا خليتك في الكوزينة هاد الليلة غدا تريب علينا مشي قد أتي لنا بجوج ادخل الكوزينة وتبعت كنطل عليه ما بغيتش نبعد عليه عينية الوقت كيدوز وكل نهار كيتزادوا اللحظات زوينين في حياتنا انقدروا أنا وياه نكونوا خططنا ليهم ولا كيجيوا بالصدفة لحظات حلوين كتعيشيهم على الشخص المناسب الشخص اللي قبلت به بالخيب والمزيان اللي فيه واللي تواعدت أنا وياه نعيشوا حياتنا ونتقاسموها بحلوها ومرها زوج أرضيت أنه يكون من العروبية لحقاش لو خيروني بينه وبين أي واحد كنت دي ما غنختاره هو لحقاش اختارني أنا هو عبد الرحمن الراجلي اللي من العروبية